الحديث عن المرحلة المقبلة المرحلة صعبة جدا لأن انت رايح على مجموعة من المباريات الافريقية والمحلية هتكون حاسمة في مشوارك هذا الموسم انت بتتكلم على ما يقرب من حوالي خمس مباريات افريقية في الفترة ما بين 18 فبراير ل 17 مارس يعني في اقل من شهر انت هتلعب خمس مباريات افريقية تبدأ بالهلال 18 اتنين تلعب مع سانداونز في مصر هنا في القاهرة يوم 25 اتنين تلعب مع القطن الكاميروني يوم 4 مارس تسافر تلعب في جنوب افريقيا يوم 11 مارس بعد كده ترجع تلعب مع الهلال السوداني في القاهرة يوم 17 او 18 مارس فانت بتتكلم في شهر بالزبط في 30 يوم عندك خمس مباريات افريقية عشان تحسم البطاقة المؤهلة للدور ربع نهائي من دوري ابطال افريقيا اه تتبقى الجولة الاخيرة الجولة الستة وهذه تتلعب يوم 1 ابريل ولكن بتتكلم في خلال شهر عندك خمس مباريات بخمستاشر نقطة محتاج تعمل فيهم اعلى معدل نقاط عشان تتأهل مبكرا الى الدور ربع النهائي بيتخلل هذه المباريات الخمس بنتكلم ثلاث مباريات محلية فانت بتتكلم خمس مباريات مع ثلاث مباريات محلية في ظرف 30 يوم فدي مساحة مباريات كتيرة جدا في الفترة اللي جاية عشان كده حتى الجهاز الفني وهو لسه في المغرب وبيحضر للفترة اللي جاية قرر انه لما يرجع من السودان هيروح على طول على اسوان يعمل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة اسوان في الدور ومواجهة تبقى صعبة جدا اسوان السنادي هو الحصان الاسود للدور الممتاز عامل نتائج متميزة في وسط الجدول رغم قلة الموارد المالية للفريق وقلة اوجه الصرف اللي صرفت على تكوين فريق اسوان ولكن الفريق باقل الامكانيات المادية محقق افضل نتائج فنية بعكس فرقة تانية صرفت ملايين على مدار الموسم او حتى المواسم السابقة كمان بيقود الفريق مدرب زو قدرات خاصة عنده امكانيات فنية لأعلى مستوى الكابتن ايمن الرمادي اشتغل في الدور الاماراتي دور الخليج العربي فعنده قدرات كبيرة جدا لازم تتعامل معاه وتتحضر بشكل كويس لمباراة الدوري كمان في الفترة اللي كان فيها كاس عالم اندية الاهلي ما كانش بيلعب في الدوري فتأجلت له مباراة كتيرة احنا قلنا وقتها حوالي اربع مباراة في الدوري تأجلت ولما ترجع تلعب منه مباراتين وتتأجل مباراتين تانيين بس حتى هذه اللحظة الحمد لله الاهلي لسه في صدارة المسابقة لسه بيحافظ على فريق النقاط مع الفرق المنافسة ومهم جدا لما تلعب الدوري الفترة الجاية تقدر تحافظ على نفس المساحة وتباعد النقاط ما بينك وبين اقرب المنافسين اللي حاليا في المنافسة معك بيرامدز وفيوتشر اللي بيحاولوا القادر امكان يقربوا شوية من نتائج الاهلي في الدوري العام فالمرحلة اللي جاية بالطريقة اللي شرحتها لحضراتكم اكيد الناس كلها استوعبت ان المرحلة الجاية مرحلة صعبة اولا محتاجة تكاتف كل الجهود ثانيا نقف في ظهر الفريق الفترة اللي جاية عشان مبارات مهمة ومبارات حاسمة ثالثا وده الاهم الصورة اللي ممكن نصدرها دايما على السوشيال ميديا مهم جدا نقف في ظهر الفرقة والحمد لله ان مارسل كولر في الفترة الاخيرة بيقدم مستوى فني يليق بجد باسم النادي الاهلي انا على المستوى الفني ما شفتش الاداء الفني للاهلي في البطولة الاخيرة او في الفترة الاخيرة زي اخر سنتين تلاتة رغم الالف اخر سنتين محقق بطولات كتيرة لكن بقى عندي قناع ان الاهلي حاليا بالفعل افضل فريق في افريقيا بعض النقاط اللي ممكن يشتعل عليها كلها للفترة الجاية ان شاء الله بإذن الله مش هيقدر اي فريق سواء في افريقيا او في الدوري يقدر يقفوا قدام النادي الاهلي وإن شاء الله الحق نتائج إيجابية خلال الفترة اللي جاية ولكن أنا مقتنع اقتناع كبير جدا وحتى جماهير النادي الأهلي مقتنع اقتناع كبير جدا إن الأهلي فرض شخصيته وأسلوبه في الأحداث الكبيرة وفي المباريات الكبيرة في الفترة الأخيرة وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية نقدر ننجز نقاط مهمة في دوري أبطال إفريقيا وفي الدوري العام وعندنا ثقة كبيرة جدا في مرس القولر والجهاز الفني وفي اللاعبين أيضا إنهم يقدموا إن شاء الله مباريات كبيرة